ينتظر أن تنطلق هذا الأحد المؤسسات البنكية في إسقاط الغرامات المالية المترتبة على التأخير في تزديد ديون أنساج ليبقى أمام الشباب المستفيد من سياغ الدعم فرصة تزديد ديونهم الأصلية فقط بعد إعادة الجدولة التي تعكف عليها البنوك ولا شك أن اقتراب الانتخابات التشريعية أخرج ملف قروض الدعم للواجهة فالوزير الأول عبد الملك سلال كان قد أعلنها صراحة أنه سيتم إسقاط غرامات التأخير جاء هذا خلال جلسات الحوار المنعاقدة قبل أسبوع بمقر المدرسة الوطنية للسياحة والفندقاء بعين البنيان الشباب المعنيون بملف أنساج 300 ألف شاب استفادوا من سياغ الدعم 60 ألف شاب فشلوا في مشاريعهم وعجزوا عن تزديد ديون الشباب المعنيون بغرامات التأخير 42 ألف شاب معني بغرامات التأخير المعنيون مستفيدون من سياغ الدعم بين 2009 و2011 هذه الفئة لم تستفد من الامتيازات التي تحصل عليها أصحاب ملفات 2012 إعفاء الشباب المستفيدين من قروض أنساج من الغرامات المالية من شأنه التخفيف على هؤلاء لتزديد الديون المترتبة عليهم لكن هل سيكون هؤلاء الشباب قادرين أصلاً على تزديد الديون في ظل فشل مشاريعهم؟